السلام عليكم شباب طمنون عنكم إن شاء الله تكونوا بخير اليوم بنا نحكي عن مقام الكرد وعن التأسيم بالتفصيل الممل ويلا نبدأ أهلا فيكم أصدقائي إذا نحكي اليوم عن مقام الكرد شو بيحتوي وشو نحن وعن نقسم فينا نشتغل عليه بطريقة احترافية بداية نحن نأخذه من علامة الريء علامة الريء والدقاء بطبيعة الحال هو وقام الكرد بيكون مألف من مقامين الرئيسي والكرد وبيكون الفرعي هو نهوند من علامة الرابعة أو من الصول هلأ شو فينا نشتغل نحن وعن نقسم فينا نشتغل عدة شغلات نحن ونقسم على المقام نستخدم أفرع المقام نفسه اللي هي اللامي الشوق طراب طرز نوا الشهناز أو كمان الأثر كرد كلهم هدول فينا نستخدمون مع المقام حتى فينا نستخدم الأفرع اللي تاب على مقامات تانية مثلا مثل البشاير بيجي تابع للرصد ومثل السيكا اسمه أنفاس الطيب بيكون تابع للسيكا كمان مندخل معه كرد السيكا بيطلع معناه أنفاس الطيب على كل حال فيه شغلات مستحبة في شغلات منا مستحبة نستخدمها بالتأسيم بداية لأعطيكم كم بداية مثل ما تعرفوا التأسيم عبارة عن بداية أو انترو والوسط أو المدل والنهاية أو الاند تابع التأسيمي فينا نشتغل نحنا على كيفنا بس يفضل دائما البداية تكون أو النهاية عفوا تكون كورد إذا عم نشتغل كورد أما البداية فيكم تبدو كورد طبعا وفيكم تبدو من الأفرع تبع مقام الكورد لحتى يطلع الشغل معنا شغل محترفين لازم نشتغل على عدة أفرع أثناء التأسيمي بيطلع معنا الشغل بروفيشنال إذن خلنا نبدأ ناخد شوية انتروات بداية هنحط فوق صوت عود ناخد كم انترو فينا ناخد غيرها دينا مصطول فينا ناخد من فوق مثلا مثل هون طلعنا مثل نهواند وفينا كمان نبدأ بأفرع تاني هلأ سنشتغل لكم تحت تأسيمي مو كتير طويلي ورجع منبدأ نشرح عليها تشريق ما في شباب نهائيا زيرو هيا تبروها بداية انترواني للتأسيمي ترجمة نانسي قنقر تشريق ما في شباب getting تناها موسيقى هنا اخذنا نظامين اهوان مع كرد نأخذ مثلا الأفلي مثل ما ننهب لشوي عجم صول مع كرد ري هنا ننزل معه مثل طريق الشوري تبع البيات نطلع حجاز نرجع البيات نطلع حجاز ونرجع كرد هاي مع حجاز بيلولة طرز نواة بيلولة مع الحجاز لما يكون من افرع المقام الكرد هاي شو فينا كمان بالأفلات على كل حال بيكفوا هيك الأفلات خلونا نشتغل على ونبدأ نشتغل على الشي على أثر كرد مثلا هو ناس بتقول تابع للكرد وناس بتقول انه لحق مقام لحلو ما علينا هذا الحكي ما بيهمنا الأثر كرد مثلا فينا نطلع فيه كمان كبداية هاي هو عبارة عن شو عبارة عن حجاز مع كرد ولكن مو من الدرجة الرابعة مثل الطرز نواة من الدرجة الخامسة دائما بدنا نرجع كرد مو من الدرجة ونبدأ نلعب قليلا على الحجاز ونبدأ نلعب ونبدأ نلعب قليلا على الحجاز موسيقى لاحظوا كيف قفلت كمان يعني دائما فيه اختلاف بين عازف وعازف بالروحية بالتأسيم وفيه اختلاف كمان لما نغير الصوت لما نحط كل صوت بالكيبورد أو بالأورج فيه له طريقة للتأسيم على كل الحال اللي عملنا قبل شوي هو أسار كرد كمان فيه نشتغله أثناء تأسيم على مقام الكرد فيه عنا مثلا فيه نطلع تلك الحجاز الرابع اللي هو الطرز نواة مثل طريقة الشوري تبع البيات بدنا نبدأ بالتأسيمة بدلا من نبدأ كرد بدلا من حجاز صول موسيقى كمان نزلنا لنا معه الطرز نواة فينا كمان نشتغل شو فيه بالكرد فيه مثلا كثير كمان بينقال هو اللامي عبارة عن كرد مع كرد بدل نهوند نستخدم الكرد من درجة الرابعة كرد من درجة اللي احنا نشتغل عليها مثلا فينا نطلع فيه مباشرة أتنه موسيقى هذا اللامي أكثر الأحيان أغلب الأحيان تسليم يصير على الأفلي على الكرد من درجة الثاني الكرد الفرعي ليس الكرد الرئيسي بهذا فرع المقامي اللامي يمكننا أن نشتغل كما في شيء هلأ مطلوب كثير اللي هو شوق طرب هذا نستخدم نحن على العلامي الرابعة نستخدم الصبا نشرق اللالة يطلع معنا صبا الصول من على درجة الرابعة موسيقى 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 لما نرجع الكرد يفضل نلعب على اللامي موسيقى موسيقى سوف أعطيكم شغلي ولكن مانا مستحبي اللي هي البشاير ندخل الرصد مع الكرد ولكن مانا مستحبي هاي رصد الصول طبعا نشرق فقط السي هون موسيقى شايفين كيف هلأ فينا كمان ندخل السيكا يعني كمان نتابع للسيكا بلولو أنا ذكرتي تعباني أنفاس الطيب بلولو تمام هو مناخده من السيكا سيكا وبيجي الرئيسي وبيجي الفرعي هو كوردر ري تمام فينا ندخله كمانا ما مشتغل الراصد هذول الاثنين فينا نستخدمون ولكن مانا مستحبين ما حدا بيستخدمون قليل جدا بس لدينا تكونوا على علم فيهم هلا هيك منكون تقريبا خلصنا من مقام الكرد هذا العالم ما كتر شيء بشتغل عليه ولكن فينا ندخل كمان نحن بيات مع الكورد أثناء التقسيمي من نفس العالمي وفضلا يعني نشتغل الكوردر ندخل بيات ري نحن عم نقسيم ندخل بيات شرقنا مية هذا كمان شوي يعني مقبول نوعات ما أثناء التقسيم لما الواحد بيكون هيك روحيد وماشي بالتقسيمي بيطلع معه بقى شو بيطلع معه شو بيجي على باله الله أعلم شو فينا كان كمان نشتغل على الصبا زمزم ما بعرف هذا الصبا زمزم ما نتابع للكورد هو تابع للصبا العادي ولكن كتير مستحب ان نستخدمه أثناء التقسيم على مقام الكورد فينا نستخدمه بأفلة التقسيمي بالأفلة استخدمت على الصبا زمزم ورجعت على الكورد فينا كمان نستخدم إذا لاحظتم نستخدم علامة الفادياز والمي نستخدمها 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 للزخرة في فقط لغير نحظهم مثل بداية التقسيمي نستخدمها 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 هون المي وهي مانا نزلي يعني مانا المي مانا داخلي بمقام الكورد المي العادي طبعا ولكن فينا نستخدمها حلوة كتير للزخرة فينا فينا نستخدم كمان الفادياز كمان هاي تعتبر مستحبي هاي الحركات والأسر كورد كمان مستحب مستحبي يعني مقام الكورد كتير هلأ عمي نشغل بهالفترة كتير مطلوب يعني هلأ يكم نكون خلاص خلونا نعمل تقسيمي طويل شوي نحن 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 تشري مفتوح أدام لما أبدأ شريح لحن لكون عليها لأ ولكن لحن نبدأ بتأسيمي طويل شوي ودخل فيها عدة أفرع من مقام الكورد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نروح نروح على الشوق صبا الصون مع را اشتركوا 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 kins البر البر موسيقى نروها العلامي موسيقى هيك منكم خلصنا شباب متمنى يكون عجبكم الفيديو كان معكم خالد الجنيد ما تنسوا تعطونا لايك واللي ممشترك يشترك بالقناة تحياتي لكم وإلى اللقاء